هتسألني كريم فين مودست هل مودست هيشارك في هذه المواجهة بص كولر مش من المدربين اللي ياخدوا اللي يغيروا بسرعة هو بيحب يحفظ ويحب العياب بتاعته بعرفة طرق لعبه واشتغلوا عليها كذا مرة فدي مباراة او بطولة من مباراة واحدة وبالتالي هو سايب مودست انه يكون ورقة ربحة في هذه المواجهة اخد بالك مودست حتى زي اللحظة لم يقيد ولكنه هيقيد يعني كيكا ده هيقيد ما احنا وبالتالي هيقيد افريقيا بس الاجراءات شغالة كيكا مودست قبل يوم الجمعة هيبقى مقايد معنا دي مش مشكلة عشان بس لو حد كتب وقال لك يقيده مودست ومش هينفق ما فيش الكلام ده مودست جاهز فنيا واداريا انه يلعب المباراة اللي جاي القرار في يد مين في يد مارس الكولر فاعتقد مش بس اعتقد المعلومات اللي بتجيلنا ان مودست وامام عشور واردة سليم التلاتة هيبقوا اوراق ربحة في هذه المواجهة على دكة البودلاء ممكن التلاتة ما يبدأوش بشكل اساسي بالمناسبة وده برضو خبر صار لجماهير النادي الاهلي وده دلالة او يعني اشارة ان الراجل كان بيشتغل فترة الاعداد بشكل كويس جدا مودست النهاردة اتمرن بشكل ممتاز مع النادي الاهلي كل الكلام اللي جاينا من مران النادي الاهلي في السعودية ان مودست ادى بشكل رائع جدا وكان واضح جدا انه مش متأخر بدنيا ولا متأخر فنيا ولا مش جاهز من الاخر يعني الراجل جاهز يعني الراجل لو دخل تشكيل السعودية الممتش اللي جاي هيبقى جاهز فنيا وبدنيا طيب